العمرة مع أسرتي في يوم الخميس الماضي سافرت مع أسرتي إلى مكة المكرمة لأداء العمرة راكبنا الطائرة من مطار سوكارنو حتى إلى مطار جدة لمدة 11 ساعة تقريبا وبعد أن وصلنا إلى مكان يسمى الميقات خلعنا ثيابنا ولبسنا ثياب الإحرام ونوينا العمرة ثم صلينا ركعتين وعندما وصلنا إلى مكة اتجهنا إلى بيت الله الحرام وطفنا حول الكعبة سبعة أشواط ثم صلينا ركعتين الطواف وسعينا بين الصفة والمروة سبعة أشواط وبعد أداء العمرة غادرنا إلى المدينة وشاهدنا المسجد النبوي العظيم وزرنا فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك زرنا حديقة التمر بعد صلاة العصر في مسجد قبا وبعد أسبوع في المدينة عدنا إلى البيت وشعرنا بالسعادة عسى أن تكون هذه العمرة عمرة مقبولة